اشتركوا في القناة 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 واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتحونه صنع قوة بذراء شتت المستكبرين بفكر خلوبهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضاهين أسبع الجياء خيرات وصرف الأغنية فارغين عبد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أبانا لإبراهيم نسله للأبد بارق مور موسيقى موسيقى شبحو لا تليسو يثوم شبحين لا تليسو يثوم شبحتو لخيو شبحو لبقر عيدو نيم بسمالكو شبحو خمات مهاليلو يو هاليلو يو ملك ثومي يالين وطي عميقو بثبو مهاليلو يو هاليلو يو نسرا رحمان شفرق غرق موتا شبحو لبو لبرو والروح و قديش منعوالم وعلم نمره علمين منقر Habgur طهوقين وشبهوره دمهين ليحي دوده ناحان بنه نعبد رحمي عل tote صور يلا يسون دخرون والمريات نعوى المركوة واسقوتو تغوي شورو الناس شورتن بعرقمو شبحو لابو لبرو ولروحو قديشو ريحو باسمو بفو يهبو ير لفتلتو مريم يدتانو مريو راحيم علينو عدار بصلي بو مراني شعب وصلت مريم يدتو خارفر باطل غينن محووتو شبط لغسل صديق وخدقلو نفرا ها للويا وخرز الدين ننمي شواح نعفرون تومي ترابون سيبوتو ها للويا شامل وباسيم نهون شبحو الأبو الأبرو والروح قديشو من عالم وعدام العلم علمي أبي دخورن خون تريع السرش ليحي هركو والعلب الشماء يو ويلد يا قار دخورن خون نتعاد دخورن خون تريع السرش ليحي هركو والعلب الشماء يو ويلد يا قار دخورن خون تريع السرش ليحي هركو شبحو الأبو الأبرو والروح قديشو من عالم وعدام العلم يو ويلد كشفين وحنه يولد لوفم في سونح لاو بان مريض راحي مع لين وعدارا أبي سحى من قديشيه وقالت صليوني نافر ونباطل مينة وحووث وشبط روزه نقش بحين ملاخي وكنش رابت ملاخي وأحنا نمحيلي عفروحنا ممكن ذو أخوة ثلم شبحينا كذمرينة نبخوا لزباً وابخوا العيدون تشبحتوا لغوة أمرهم على رشدهم وشينوا سبروا طبوا لبنينوا شو شبحينا اللهم بعخينا اللهم شبحينا اللهم شبحينا اللهم لغوة ثلم شبحينا اللهموجب whabuto chperходilo موريو عبدو ملكو شreibenا معضوه أبو أحيتك موريو عبدو ملكو شبعلون موريو عبو هون همريد عبو هون روم التدابو هاو الشوخلو كي تشقال حقي تدع المو يترح حمالي هاو الشوخلو كي تشقال حقي تدع المو صلي لننخو قابل بعوتا هاو اليو دشقو من يمين ودابو يحسو ترح حمالي لقلنات الحوديي قادشات الحوديي موريو يشو عشيحو عمروحو قادشو شوحي دعبو خو أبو آمين ونزبا ونخلول يوم تدحييي بارخو شوحي دعبو خو في شبح لشمو قادشو ونبرخو العالم هاو ديتا ومقاو العالم عالمين بارخة موريو أحيث كل آلو هدابو هتو ديلا شبح شمو خوام هذار في شبحو تلعالم عالمين موريو يشو عمشيحو ترعود رحميك لو تيحو ذبا في مور حطو ويحنا مودينا نتراحة مالاي شوقو فحطو وين تروح صيد نمو لبيت مو دوخ البطلات في سوتان نتراحة مالاي شوقو فحطو وين تروح صيد نمو وين تروح صيد نمو شوقو فحطو وين تروح صيد نمو شوقو فحطو وين تروح صيد نمو أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم وفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نعفر لمن أخطى إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجحنا من الشريب لأن لك الملك والقوة والتسبح إلى أبد الأبدين آمين موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لأنه قال في موضعنا عن السابع واستراح الله في اليوم السابع من جميع عماله وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحة فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داود اليوم بعد الزمان هذا مقداره كما قيله اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم لأنه لو كان يشوع قد أراحهم كما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر إذا بقيت راحة لشعب الله لأن الذي دخل راحته استراحه وأيضا من أعماله كما الله من أعماله فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لإلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكسوف لعني ذلك الذي معه أمرنا بارحمه هالي لويا وهاالي لويا تباه لي تبحت شكرا موسيقى 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 مرحبا 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 of all he has given me I should lose nothing but should raise it up at the last day and this is the will of them who send me that everyone who sees the son and believes in him may have everlasting life and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day and I will raise him up at the last day من مريو نبي مريو مرحمن ورحم الليين وعادارين على طرد باسم الحسيون وخلم دكيون وشوف وقاطيون وحويل ومثانون البشوتان حيات مريو الله ومرحمن وثيت حكم بغاق لاحطو هي ساقيرا وربا ودو بثمنين لاحطوها ودخول يا مدينك ما يمنو لاحطو حسطو بوث رحم عليم إذن خرائن مريو الله ورحمة ميلاق ودخرتو بالنفش وثان ونفش وثدابوين وداخوين وادرابونين وادبقفونين ودعليذين وادخلوا رعليذة ما يمنع الزغيتون للنقاذ اشتوا بشابحتو أليح مريون ونبشو ثروح وثرو فريون رستال ودرحمة ودحنون والقرميون حسايم حسيون وإلى الأنول ونبشيح وملكان مريو موران مورد تشبحتو مورد تليونان وطلع درونان وفرقلان وقابل صلاوثا وتخشفوثا مورد تليونان وارمان واتابا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر موسيقى 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 قرية ليسان قرية ليسان أي كان وكذب ما قلنا بيذن لحملو فارو ما بيذخاين فارو فارو قايا فارو لمشي حواله دينا و الخصان شمله و ذي اتقى حذات و فارو قايا و دينا لمشي حواله دينا آمين 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 من أجل جميع بانا و مدبرين الذين يرسلنا اليوم و في الحياة آمين 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 اشتركوا في القناة 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 من هذا المذبح المقدس ومن هذا البلد ومن كل البلاد والنواحي وبلغوا الى الله رب الارواح والاجساد لنبطب مبتهلين الى المسيح الهنا الذي اخذ اليه نفوسهم وارواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة للحب بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياه الى ملكوته السماوي لنهتب فلاثا قائمين قل إليه السون قل إليه السون قل إليه السون وابسطعنا مواتنا المؤمنين جناح رحمتك وانفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد وادما أمودهم في عضائهم وبينا تنجح الحب بالرحمة وغفراني خطايانا وخطاياهم وغفراني خطاياهم 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 شكراً لكم 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 المجيد نحن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً 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 لكم لكم شكراً 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 لكم Dearly beloved this morning before I start talking in Arabic I would love to talk a few words in English because I can tell summer starts so our lovely kids are here at the church so I would love to share with them the word of the gospel and to talk a little bit about our Lord and Savior Jesus Christ in our reading today my dearly beloved Jesus said to the people around him I am the bread of life as we know as you study in biology I think biology and science to live we need to eat to feed our bodies yeah that's right okay so always we need something to eat every day to keep going in this life to have energy to have power and to be active same thing is with our spiritual life with Jesus Christ we have to feed our spirit to feed ourselves to be active in Christ in the body of Christ the holy church I'm so happy today because small deacons are more than than all deacons I'm so happy but being at the church is not just when summer comes no being at the church it means we have to be always active at the church to feed our spirit from the holy table from the altar receiving the body and blood of our Lord Jesus Christ because he is what bread of I need to hear you he is the bread of Bravo that's why we are here today to feed ourselves not just because our parents want us to to come to the church to attend the holy liturgy you know sometimes the kids force their parents to be at the church it's opposite that's what I want you to do every Sunday to force your parents to attend the church sometimes your parents oh my son are tired today I worked all the week this Sunday we are not going to church I want you to tell them every Sunday we have to we should go to church to be an active part of Jesus body and to remain in him through receiving his body and blood from the altar so as we need food to eat we need Jesus to feed our spirit and to be active in Jesus Christ may the Lord bless you all and protect you and keep you always safe by the power of his cross ameen ya حبائي في هذا الصباح المبارك وفي هذا الأحد المبارك ونحن بين عيدين كبار عيد الصعود صعود ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى السماء وأيضا عيد حلول الروح القدس الفنتي قسطي طبعا الصعود هو الحدث اللي قام فيه الله الكلمة المتجسد يسوع المسيح الله الابن وحلول الروح القدس هو عيد حل فيه الروح القدس الله الروح القدس الأقنوم الثالث من الثالث على التلاميذ ولكن ما بين هالعيدين نشوف الحديث في القراءة المقدسة تخص الأقنوم الأول من الثالث تخص أب ونشوف أنه الرب يسوع يحكي عن تجسده بطريقة يفهم الإنسان واللي هي أنا هو الخبز النازل من السماء كلتنا نبحث عن لقمة عيشنا لهذا السبب حتى في الصلاة الربانية الرب يسوع علمنا نقول أعطنا خبزنا كفافنا اليوم والرب يسوع لمن آراد أن يعطي الحكم بعد الخطيئة قل له بعارق جبينك إيش تأكل خبزك فإذن الخبز مهم جدا في حياة الإنسان ولكن هذا الخبز الأرضي ما كان يقيت هذا الخبز الأرضي ما كان يقيت فالآب الله الآب الأقنوم الأول من الثالوث شاء أن يرسل ابنه أن يرسل ابنه لكي يفدي هذا الإنسان ولكي يقول أنا هو الغذاء الحقيقي أنا هو الغذاء الحقيقي وهذه النقطة تخلينا نقف عند كلام الرب يسوع في قراءتنا اليوم التي تقول ليس أحد رأى الآب إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب ما أحد شاف الله الآب ما أحد يقدر يشوف الله الآب في العهد القديم لا أحد كان يرى الله ويعيش لهذا لهذا السبب موسى وقت اللي طلع على جبل سيناء وقت اللي الرب الإله ظهر له لما أعطاه ألواح الشريعة لوحي الشريعة موسى أشعمل كان عنده برقع قطع رأسه ليش لأنه من النور الموجود ما كان يتقر النور ويعيش لأنه لا أحد يرى الله ويعيش أما بالمسيح يسوع نحن أخذنا نعم موسى أنه نحن نرى الله لا بل نعيش مع الله ونعيش في الله ونعيش لأجل الله كلنا عندنا طموح الإنسان اللي ما يكون عنده طموح هذا يكون إنسان ميت داخليا ما عنده هدف في سوى كان هدف إذا نقول مادي أو اجتماعي أو علمي ولكن أنا أريد أحكي على الهدف الروحي الإنسان بدون هدف روحي والإنسان المسيحي خاصة ما يقدر يستمر في لبوس الرسول واللي نحن اليوم نستذكر كل الكنيسة الأولى ما بين الصعود والفنتي قسطي وشلون أن الرسل ينتظرون أن يحل الروح القدس عليهم حتى يطلعون يبشرون في لبوس أحد الأثنعش كان دائما طموحه أزيت كان يغيد كثير ما يقف عند حد ويشبه كثيرين من عندنا دائما نغيد أكثر عيد أزيت ما بس من المال صدقوني ما بس من المال حتى في علاقاتنا حتى في محبتنا مرات ماكو شبع لا عقفيا ولا ماديا ولا ثقافيا ولا علميا دائما الإنسان يغيد أكثر 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 في لبوس غاد روحيا أكثر قل له يا رب أنا ما أريد شي منك قرنا الآب وكفانا ما بقى غير شي قل له في لبوس من رآني فقد رأى الآب نحن يا أحبائي ما شفنا الآب ولكن نحن عشناه وشفناه ونظرناه وشهدنا له من خلال الإبن يسوع المسيح والروح القدس العامل فينا الذي أخذناه من المعمودية المقدسة لما نتعمدنا وآمنا بالمسيح وحل علينا الروح القدس وصنعنا خليقة جديدة وهذا يحطنا أمام شيء مهم جدا وعقيدة لاهوتية مهمة جدا نحن نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة إله اسم الآب وإله اسم الابن وإله اسم الروح القدس نحن نؤمن بإله واحد الله الآب الله الابن الله الروح القدس أعطيك أعطيكم فكرة حكاها أثاناسيوس الرسولي ما علش اليوم كدحكي لاهوت وعقيدة أثاناسيوس الرسولي شبه الثالوث بالشمس الشمس اللي هي الكوكب الكبير والضوء والحرارة وقال أنه الثالوث هو مثل هذا الشمس الله الآب هو الكوكب والنور هو الابن والحرارة هي الروح القدس ونحن يا أحبائي نؤمن بإله واحد أرسل ابن الوحيد لكي يفدينا على الصليب وبإيمان من خلاله روح القدس رجع وسكن فينا في التكوين الإصحاح السادس الرب يقول لا يعود روحي يسكن في بني بشر لا يعود روحي يسكن في بني بشر ففي تجسد المسيح نحن أخذنا نعمة جداً كبيرة لأن نروح الله من خلال يسوع المسيح آدم الثاني رجعت سكنت فينا بإيمان نفيه وهذا يحطنا أمام جوهر إيماننا الأرثوذكسي أنه نحن نؤمن بإله واحد ونؤمن أنه الروح القدس ينبثق من الآب ويعطى بالإبن ينبثق من الآب ويعطى بالإبن يسوع المسيح لهذا السبب الرب يسوع كان يأكد على التلامير وعلى كل من حول اليهود اللي يسمعوه انتبهوا ماكو خلاص إلا من خلالي ماكو خلاص إلا بإيمانكم بي ولازم مشيئتكم كبشر تتوافق وتتطابق مع مشيئتي أنا ومع مشيئة أبي الذي أرسلني أشي مشيئة الله لأن الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإذا مشيئة الله في حياتنا هي أن نحن نخلص من خلال إيماننا فيه ونحافظ على هالنعمة الكبيرة العظيمة من خلال عمل الروح القدس فينا فنكون أبناء لله الآب تبهت ما شون العلاقة نؤمن بالمسيح ونحافظ بالروح القدس فنحيى البنوة لله الآب فنكون مستحقين أن ندعى رسل حقيقي للمسيح وهي فكرة الأحد بين الصعود والفنتيقسطي أنه نحن نكون في العلية المسيح قلم للتلاميذ لا تبرح وغرشليم رجعوا رجعوا على العلية سدوا لبواب وصلوا وفكروا بكل شيء قلتونه هذا مليح هذا مليح هذا كثير مليح وإذا لا عندي فرصة روح القدس دي حل روح القدس جي المعزي عندي فرصة أرجع لأن المسيح دائما موجود ويقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ لازم نفتح مع العلم في كل الديانات الأخرى الإله ينتظر الإنسان أن يذهب إليه ليعبده أما المسيح نازل إلى الأرض وجاء حتى يجعل من الإنسان آخر له فرق كبير بالمحبة الإلهية التي ستجعلنا لما نؤمن فيه أولاد لله وأخوة للمسيح يسوع من خلال عمل الروح القدس فينا والربي بارككم دائما أبدا آمين يا أحبائي يوم 27 سيكون عيد الرسل سيكون عيد الرسل وكنيستنا عيد الكنيسة في الساوث فيلد عيد الكنيسة هو فهما عندهم فيستفل عملين فيستفل بمناسبة عيد الكنيسة فكلنا نشارك ونحن هذاك الأحد ما رح يكون قداس لأنه أنا رح أكون مسافر خارج أمريكا لثلاث أسابيع 27 ما رح يكون أكو قداس رح يصير قداس واحد بساوث فيلد لأنه عيد الكنيسة هو فأبو نعيمات مسكين مايتق يعني يقدس لأنه عندهم احتفال وفي هاليوم أيضا بمبادرة لطيفة من الكنيسة هون اللي تخرجوا هالسنة سواء من الجامعات أو الهي سكول يقدرون يعطون أسمائهم وراح يتم تكريمهم أيضا ويعطاهم هدايا بهالمناسبة الأحدين البعد يعني أربعة سبعة ويداعش سبعة رح يكون القداس النهار الأحد الساعة أربعة أحد الساعة أربعة رح تيجي أبونا عماد يعمل القداس بسبب أنا رح أكون خارج أمريكا في الشرق يعني رح أكون فالرب يحميكم ويبارككم ويعطيكم دائما صحة وعافية وأنا إن شاء الله أرجع بعد داعش الشهر وأشوفكم مرة ثانية يا أحبائي أيضا نورة الكنيسة علنية الشماسة رينة داؤ والشماس ماتياس وبطرس ورغيد ونورة الكنيسة أيضا على نية أماليا وأليانا وأنثني قوزي لينهاهم الدراسة وبسلام ونجاح بتفوق الرب وفق ووفق جميع أبنائكم كما كما سنصل لصلاة الأربعين للمرحومة حلوة أيوب القدادي وأيضا صلاة الأربعين للمرحوم زهير عطو وصلاة السنة للمرحوم وليد عطو وأيضا صلاة الأربعين للمرحوم خليل إبراهيم ألو كما أيضا ذكرنا على مذبح الرب الغافر المرحومين الأب المتنيح الخور الياس بهنام والشاب عامر متي سكندر وسكندر يعقوب وفهيم عبودي وأيوب موسى القدادي وقرج يعقوب وموسى أيوب القدادي ولي أيوب القدادي وراحل أيوب القدادي وراجي أيوب القدادي وأمين أيوب القدادي واسحاق عزيز وحنى عزيز كما ذكرنا أيضا المرحومين باسم نعوم حنى الأسوة والمرحوم إبراهيم ألو وزوجته جميل أبلح جرجيس موسى والمرحوم باسم نعوم حنى الأسوة والمرحوم أمن إبراهيم ألو وأيضا المرحوم ميسون عسكر والمرحوم توفيق بخايا وزوجته سلمة هدو وأيضا المرحومين سارة بهنام عطو والمرحوم إبراهيم عطو ودولة توزة والطفل سرمة سعد عسكر والمرحوم سالم داود الأسود والمرحوم نجيب عبودي عسكر والمرحوم صلاح زكر أيوب والمرحوم مهنة حنة الكتشاني كما ذكرنا أيضا المرحومين سالم يوسف عطو وجوزفين يوسف عطو ويوسف عطو وزوجته نجيب الزعيم ومتي عباوي وزوجته خيرية دباغ والمرحوم ألبير برايا كما نعزي الأب الفاضل فادي عطو بوالده زهير وعمه وليد وبجميع أمواته المؤمنين ونعطي عائلة أيضا دكتور عادل وكل العائلة الموجودين ونعزي عائلة المرحومة حلوة أيضا والرب يرحمهم ويعطيهم ملكوت السماء صحبة الأبرار والصالحين والقديسين ويحفظكم دائما بصحة وعافية فضلوا يا أحباء نصلي مع بعض صلاة الاعتراف قبل ما نصلي صلاة الجناس أنا أعترف لله الآب الظابط الكل وأبنيه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في القياة وقسطنطينية وأفسوس على رجاء الكهنوت الشريف أن نمسلم إليك يا أبي الكاهن وديه تحل وتربط إنني أخطأت بحواس الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر خطيئتي عظيماً عظيمة جداً وأنا نامن عليها تدامي قاصداً أن لا أرجع إليها أبداً راضياً بالموت أحرى من الأقبل الخطيئة فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وفسامحني بذنبي سائلنا الله من يغفر لي في نعمته آمين يا رب ارحمنا يا رب سامحنا يا رب اغفر لنا ليرحمكم الرب الإله ويقودكم من الحياة الأبدية مثل ما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ونص اليمين وجميع التائبين بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه لرسله الأطهار ومنهم جيلاً بعد جيل حتى وصل إليه أن العرض الضعيف الخاطئ بهذا السلطان أحل لكم من جميع الخطأ التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها تدىكون وتتقدشون ويشتبقون حب يكون وحتوه يكون باشموا دابوا ودابروا ودروحوا حيو قاديش والحايد العالم علمين آمين شبحوا لابوا لابروا وروحوا قاديش في منازل الأبرار ومساكن الصديقين وبصحبة هؤلاء الذين اخترتهم منذ البدء امنح يا رب جزيلي مراحمك راحة لعبيدك المرحوم زهير والمرحوم وليد والمرحوم خليل والمرحوم حلوى الذين انتقلوا إليك حيثما يتمتع القديسون ومعهم وبينهم يقدموا لك التسبيح والشكر الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين بارخ نفس الشلمور يوها للويا وكل هون غرمي لشم قاديش شو بقلخ كول عوالخ هالي لويا وماسي كل هون كي بي شبحوا لابوا لبروا والروحوا قاديشوا من عالم وعذا من العالم خلطوا بيكون عاني ديب هوا يوموا دهوا وينوا حوموا فروحا يو هوده خلطوا دموم حسيونو هودشتيتون قيموا لخم قابوا ديامينو قربوني قاربون لي عمرو نفس شد لو إثمد موثر لي أخفر دموريو لو ماوثر لي بخيو تنحوثو أخد ماوثر لي فارد مشيحا موت قيميتون بصلوتا كونس على وعلي دوزونو مفقبلو ناقدوم مورد عالمي هالي لويا باروغ مور شبحو لابو لابرو والروحو قاديشو هاليلو داخر مور يلعاني من يمينو نغلق لغ لغ شبحو موريو هالي لويا نيو حومو العبديو رحيمة لينو عدارين العبدي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 يونتي من الماما وكذا كامون تلموحي يونتي من الماما هفو يونتي من المالي يونتي من المالي فمنحنا يا رب العباد وحدينا السوق الجامل فمنحنا يا رب العباد فمنحنا يا رب العباد وحدينا السوق الجامل أصدرنا السوق المسيحي المترجم للقناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 نحن عبادك نقرأ عبادك نحن عبادك نقرأ عبادك فمنحنا جودك يا رب منحنا فمنحنا جودك يا رب منحنا يا رب منحنا وشبه ورومه واليولد بروم رومه والسهدك للقول وسن العدي نحن نرحمك يا رب منحنا سبحانك سبحانك ربنا وإننا ومخلصنا يسوع المسيح سبحانك سبحانك جسدك المقدس الذي أكلنا ودامك الزكي الغافر الثمين الذي شربنا لا يا رب لا يكونان لنا للدينون والانتقام لكن الحياة لا بدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا لنا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة